ما بين ابتزاز الاوروبيين والضغط على دول القارة لدعم تحركاتها العسكرية في سوريا تواصل تركيا دفع الاف المهاجرين نحو حدودها للعبور باتجاه اوروبا عبر دول الجوار الاتحاد الاوروبي وفي بيان بعد اجتماع طارئ لوزراء داخليته اعلن رفضه الشديد لاستخدام انقرة ضغط الناتج عن المهاجرين لاغراض سياسية ودعا تركيا للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق الذي تم التوصل اليهم على الاتحاد قبل اربع سنوات اثر ازمة الهجرة في الفين وخمسة عشر نواجه لحظة تاريخية فيما يتعلق بمسؤوليتنا في ضمان حماية مواطنين وحدودنا نوجه رسالة ملحة الى تركيا للاحترام الكامل لاتفاقية عام الفين وستة عشر بشأن الهجرة وزراء الداخلية الاوروبيون اكدوا ايضا تضامنهم مع اليونان وبلغارية وقبرص والدول الاعضاء التي قد تتأثر بمواجهة الهجرة مع التشديد على ضبط حدود الاتحاد ورفضت انقرة مواصفتها باتهامات الاتحاد الاوروبي بانها تستغل المهاجرين لابتزاز دول القارة رغم ما هدد به الرئيس التركي رجب طيب اردغان بفتح حدود بلاده امام ملايين المهاجرين الموجدين على اراضيها للعبور الى اوروبا وتشهد للحدود اليونانية التركية مواجهات بين المهاجرين وقوات حرس الحدود اليونانية التي تحاول منعهم من اجتياز الحدود في وقت تتهم فيه اثنى الشرطة التركية باستفزاز المهاجرين عن عمد واطلاق قنابل الغاز لدفعهم نحو الاراضي اليونانية